بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدك رحمة لنك أنت لهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا فاسهلنا أمورنا ويسيرنا عسيرنا واجعلنا من الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون وبعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم لا خير في كثير من جواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسفنوته أجر عظيمة الآية 114 من سورة النساء الله عز وجل يحدثنا عن ظاهرة مرضية كثير ما تفتكه بالمجتمعات وهذه الظاهرة التي يسميها القرآن الكريم بالنجوة النجماء أو الحديث بين اثنين أو ثلاثة أو مجموعة قليلة ولكنها تحرص على أن يكون حديثها بينها بحيث لا يسمع وغيرها الله تعالى ينفي الخير أو وجود الخير في كثير من مثل هذا الحديث الذي يقوم به أصحابه في معزل عن المجتمع لا خير في كثير من جواهم لا مثل ما يقول علماء اللغة ولما أن نحو نفي للجنس أي تنفي وجود الجنس الذي يأتي بعدها والجنس واسم الجنس الذي ورد بعدها في هذه الآية الكريمة هي الخير أي لا وجود هذه الخير في كثير من نجوة هؤلاء القوم لأن هؤلاء الناس عادة الذين يتحدثون لإسمه والآن قلقان أو لبروباقوندا أو للحديث في أي شيء أو حينما يخوض الناس فيما يعلمون وفيما لا يعلمون حينما يتكلمون بالحق وبالباطل حينما يتكلمون بالكذب أو بالصدق حينما يتكلمون بأمور لا يعلمونها كثيرا بحيث يكفي الواحد أن يسمع كلاما لينقله إلى آخر ويتم هذا الكلام من الأذن من الفم الأذن ويتناجى بعض الناس به وفي معزل عن غيرهم الله تعالى يقول لا خير في كثير من جواهم لأن هؤلاء الناس المرضى هؤلاء الناس الذين ما يزال في قلوبهم مرض مثل ما وصفهم القرآن الكريم والذين في قلوبهم مرض الذين يسبحون ضد الطيار الذين تتناقض مصالحهم مع مصالح الجماعة ومصالح الأمة ومصالح المجتمع هؤلاء القوم الذين يريدون أن يستأثروا بكل شيء ضد بقية المجتمع ضد بقية الفئات الأخرى يتناجون من أجل أن يضمنوا لأنفسهم ما لس لهم فيه حق الله عز وجل ذكر ظاهرة النجوة في غير هذا الموضع في القرآن الكريم ألم طرأي للذين نوهوا عن النجوة ثم يعودون لما نوهوا عنه لأن رسول الله عليه وسلم كانين هؤلاء الأقوام وأعتصور بأنه يعني المنافقين الذين حدثنا القرآن الكثير عنهم ومن لفلفهم أو من تحالف معهم من اليهود وتحالف معهم من المشركين وتحالف معهم من من هؤلاء النسي الذين رفضوا الإذعان للحق والإذعان للإيمان والإذعان لمدعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطرأي الذين نوهوا عن النجوة ثم يعودون لما نوهوا عنه كثيراً ما كان ينهاهم من رسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يعودون إلى ما نوهوا عنه إلى هذه النجوة إلى هذا الكلام إلى هذه النجوة التي بواسطتها يصنعون البلبلة في أسطى الناس وفي المجتمع لأن نجوة بها يحرفون الكلمة عن مواضعه أو يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويروجون للإشاعات ويروجون للأكذيب ويروجون لكثير من القلو القال الذي يأتي من هنا أو من هناك كل ذلك من أجل إيجاد هذه البلبلة في أسطى المؤمنين ثم يعودون لما نوهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النجوة التي ليس لها مهمة أخرى سوى أنهم يتناجون بالإثم لأن مثل ما قال النبي الكريم الإثم ما حاك في صدرك وكريت أن يطلع عليه الناس لأنك حينما تلجأ إلى هذه الأقويل وهذه الدعايات وهذه الأكذيب وتناجي بها غيرك حتى ليس معك غيرك تعلم بأن هذا الذي تفعله هو إثم لأن الإثم ما حاك في صدرك وكريت أن يطلع عليه الناس ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخير وهم يصنعون الشر ويعشقون الشر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوحدة بين المؤمنين وهم يتفننون في إحداث تصدعات وتشققات وتمزقات في صفوف المجتمع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالمحبة بين الناس وهم يزرعون الكرة والعياذ بالله والبغم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بكل الفضائل وهم لا يعشقون إلى الرذائل ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وقد بينا القرآن لهم ما يكون من جوى ثلاثة إله وربعهم ولا خمسة إله وسادسهم يعني أيها الغافل أيها الإنسان الذي يغالط نسه هذه النجوة هذه الآثام التي تتناجون بها هذه المعاصي التي تتناجون بها لا يسمعكم البشر مثلكم ولكن لا تنسوا بأن الله تعالى معكم بأن الله تعالى سميع عليم بأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية في السماء أو في الأرض لأنه يسمع ما تتحدثون به ويعلموا ما تكنه صدوركم وما تخفيه هذه الصدور التي تخفي هذه الآثام التي تعكرون بها صفحة المؤمنين ثم يقول القرآن وفي كل لفظة من هذه الآية الكريمة دلالة ومعنى لا خير في كثير من نجوهم لأن بعض النجوة يمكن أن تكون استراتيجية للناس هؤلاء الناس الذين نعنيهم هم المؤمنون لأنهم قد يفعلون شيئا ويستعينون بالكتمان من أجل تحقيقه لأننا حينما نتناجى من أجل أن نقدم صدقات لمن يستحقها لأننا حينما نتناجى إلى من أمر بصداء لإقامة المعروف وزرع المعروف والمعروف هو كل شيء أما ربه شرعه كل شيء أقرضه العقول وأجزته النقول فهو معروف عند الناس قد نتناجى من أجل الإصلاح بالناس وليس الإفساد مثل ما يفعلوا هؤلاء الذين يتناجون بالإثمية العدوان إذا كانت النجوة استراتيجية من أجل ضمان التحقيق الأهداف التي استرناها هذه الأهداف النبيرة كأن نأمر بصدقة فهذه الصدقة لا نروج لها بحيث تفقد معناها معناها الديني والدنيوي إذا كان نعد من أجل تحقيق المصالحة بالناس أو إقامة المعروف بالناس إذا مارسنا النجوة حتى لا يسمعنا الغير لأن هؤلاء الأداء حينما يسمعون يمكن أن ينقضوا عليها ويمكن أن يفسدوها ويمكن أن يتدخلوا بنجواهم الخبيثة من أجل أن يفشلوا هذه المشاريع الخيرية التي ينوي المؤمنون إقامتها وزرعها في المجتمع لا خير في كثير من جواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بالناس هذه الشرط أول ثم الشرط الثاني أن تكون هذه الأعمال التي يقوم بها المؤمنون خالصة لوجه الله تعالى الكريم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسفنوته جرن عظيمة أي من يعمل ذلك من أجل أن يلاريض الله عز وجل ولي وجهه فإن الله تعالى وعده بالأجر العظيم العظيم يصف هذا الهجر بأنه عظيم والأجر العظيم يتمثل في النعيم المنقيم الذي وعد الله به المتقين وعد به المؤمنين وعد به الذين يقومون بمثل هذه الأعمال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة